قال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية شاه حسين مرتزاوي ان ام القنابل كانت عقابا لداعش على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين استهداف معسكر داعش على هذا النحو ليس الا عقابا لهم ولما ارتكبه من جرائم ضد المدنيين كالتعذيب والتهجير النتائج الاولية لتقييم هذه العملية تشير الى انه ليس هناك وجود للمدنيين في المنطقة المستهدفة بل تمكنت هذه الضربة من تدمير جميع المعدات العسكرية المخزنة في المعسكر التابع لداعش واصابت بشكل مباشر صفوفا مقاتلي التنظيم في هذه اللحظة القوات الافغانية متواجدة على الارض وكما اوضح جاك نيكلسون بان القنبلة استخدمت في مكان تواجد العدو فقط الحكومة الافغانية كانت على علم قبل تنفيذ العملية وتم التشاور والتنسيق معها ولدينا ثقة قوية وتعاون مستمر مع القوات الدولية العاملة في افغانستان ونحن نأخذ جميع الاحتياطات قبل اي نوع من العمليات من اجل تجنب وقوع اصابات بين المدنيين ترجمة نانسي قنقر